لكن حتى التشيكي فرانز استراكا المدير الفني لفريق سموحة بيعلن رفضه التفريط في محمود عزة اللي بيتفاوض مع النادي الآلي وقال اليوم السابع ان مسؤول الآلي بيضغطوا للتعاقد مع محمود عزة في الفترة الحلال لتدعيم الفريق رصد الآلي بحسب الموقع 6 مليئين جنيه للتعاقد مع المدافع الدولي اللي انضم أخيرا للمنتخب لكن رأي استراكا في سموحة التمسك باللعب سموحة بيطور نفسه سموحة بيسعى إلى المنافسة وهو عنده فلوس وتمال ما بيبيع بيبيع غناوة النهاردة اللعب ده راح المنتخب واخد بالك فهيبتدي يعمل كده محمود عزة تلعب كويس واعد جدا مهم محمود متولد بتاع اسماعيل مهم أكتر من لعب لكن برضو ممكن تجد ضلتك في حد يكون سوري عشان يبقى سوري عشان بس ما رأيك صحيح بخبراتك في الفكرة بتاعت السوري والفلسطين منتخب سوريا واحد من المنتخبات القوية جدا مهم والعراق كذلك مهم وفلسطين دلوقتي بتعمل نتائج كويس مهم فانت لو عرفت تلاقي مدافع في الموصفات دي هيتأيد كأنه لعب مصري مع عدل عراقي حيب أجنابي مهم ليه بقول سوري عشان ما ياخدش مكان لعب أجنابي مهم لازم يكون هو ده هو ده التركيز بتاعنا دلوقتي مهم لكن الموديش هنقلت لها قبل كده اللعيبة سوريين غالين جدا مهم غالين غالين بسومة ووحمد صالح كلها أرقام كبيرة أرقام على الساس المطلوبين في الخليج برضو لأ هم معرفش والعراقيين غالين جدا طول عمروك دي شطرة وكلة ولا كفاءة العيبة هو مستوى مستوى بيبقى جيد وممتاز وبيجي لك في لي ترانسفير غالبا لأن ظروف هناك بيجي لك انتقال حر فالعيب بقى بيطلب كتير وبعدين يبتدي يروح الصين بيدفع فيه كتير بيروح الخليج الخليج بيدفع فيه كتير طبعا أيضا الأهلي بيتلقى عرض من المقاصة لشراء جده الصغير مقابل مليون جنيه محمد حمدي زاكي اللي كان الآهلي اشتراه قبل عامين وأعاره في الفترة اللي فاتت إدارة المقاصة قدمت عرض لشراءه بمليون جنيه لا يشتري غالي قوي والأندية تطمع في العيدة الأهلي يعني انت من قصة ها هتاخده مليون جنيه السنة الجالة وحب ياخده منك هتقوله خمستاشر مش كده يعني لدي بيبقى فيه منطقية ما هي الشطارة دي مش شطارة اللي انت بتعملوها دي الأندية اللي بتعمل كده دي مش شطارة ده استغلال مواقب واخد بالك المليون جنيه دي ما تجيش حق عارة دا طبعا ما تجيش حق عارة أي حيقولك انت جايلك فريد ترانسفير ومش عارف ايه دا حاجة ما تخصكش طبعا انت كنت واخده عشان ببلاش اللي طلبت فيه 12 مليون و15 مليون الانتحاد السكنداري بيستعير لعب الأهلي الصاعد فوزي الحنوي أو بيطلب استعارة فوزي الحنوي وبالفعل تمت الموافق عليه لمدة موسم موحد أنا أتمنى لفوزي انه يطلع يلعب في الدول المصري وكواس نلعب دا في نادي شعبي له شعبية كبيرة جدا عشان يتعاود على الأجواء دي واعتقد ان الحنوي هيكون إضافة جيدة جدا وحينضغ من خلال مشوار ومعلية حاجة